الالاف من الطلبة الجامعيين في العراق يتخرجون سنويا الا انهم ينظمون الى جيش العاطلين عن العمل لعدم احتضانهم من قبل مؤسسات الدولة مما ادى الى تفكيرهم جديا في ترك البلد والبحث عن فرصة عمل مناسبة خارج العراق وفي الوقت الذي تمثل فيه موجات النزوح الداخلي خيارا لدى الكثير من المواطنين بعد دمار مدنهم وبيوتهم بسبب العمليات العسكرية ضد تنظيم الدولة مثلت الهجرة خيارا اكثر اقبالا من قبل اخرين فبالرغم من مخاطر طرق الهجرة الى اوروبا الا ان العراقين حلوا من بين اكثر الجنسيات وصولا الى الاراضي الاوروبية عن طريق البحر المتوسط هربا من الاوضاع الامنية والاقتصادية المتردية اعلان الحكومة انتهاء العمليات العسكرية لم يثني المواطنين عن تفكيرهم فالاوضاع الامنية والسياسية والاقتصادية في المناطق المستعادة لا تزال غير مستقرة ولا امنة لعودة النازحين اليها مؤسسة الشرق الاوسط للبحوث ماري اعلنت في دراسة اجرتها ان خمسة وخمسين بالمئة من النازحين المقيمين بكردستان العراق فضلوا عدم العودة ومغادرة البلد نهائيا مشيرة الى ان اكثر من نصف العدد المذكور لديه خطط فعلية حالية للقيام بذلك اهم العوامل الدافعة الى هجرة الاشخاص هو وجود افراد من العائلة او الاقارب او الاصدقاء في الخارج اذ اضطر اكثر من ثلاثة ملايين مواطن الى النزوح من ديارهم بحثا عن الامان المفقود فيها اما الاسباب الاكثر الحاحا التي تدفع النازحين الى مغادرة العراق فهي ايمانهم بانعدام الامن والفرص الاقتصادية بالاضافة الى ادراكهم بمستقبل الاوضاع السياسية والاقتصادية والامنية في العراق خلال السنوات القادمة لسيما مع تكرار المشهد السياسي في العراق منذ 2003 اشتركوا في القناة